السلام عليكم معكم الدكتور طلال نقار نحن اليوم بالجزء الثاني أو بالحلقة الثانية بسلسل المحاضرات اللي بتحاول تبسط أخلاقيات الطب للزملاء الأطباء ولغير الأطباء بشكل عام حاولت بالمحاضرة الأولى أو بالجزء الأول أن يقدم حالة سريرية هاي الحالة ربما كانت معقدة شوي بس ربما زملاء الأطباء بيعرفوا أنه نحن نمر يوميا بهيك حالات بيكون فيها اختلاف في وجهة النظر بين الأطباء نفسهم أحيانا بمختلف التخصصات حتى بيكون في خلاف بين الأطباء وبين الأهل فلابد من آليات وضوابط معينة لتحكم هذه الاختلافات هذه الآليات هي اللي هي أخلاقيات الطب أو هو علم الأخلاق الطبية اللي هو علم يدرس والأسس وقواعد رح حاول استعرضها بشكل سريع بهذا الفيديو اليوم أو بهذه المحاضرة اليوم أتمنى من الله أنه يكون أقدر توصلكم المعلومات بشكل مبسط طبعا مثل ما أنه هي موجودة بالمراجع في كتب بتدرسها فاللي مهتم ممكن يرجع ويقرأ أكتر عن هذا الموضوع بداية لازم ذكركم أنه نحن عم نستعرض الأخلاق الطبية من المنظور الغربي للأسف ما في دراسة متكاملة أو ما في مرجع متكامل بيستعرض الأخلاق الطبية من منظور إسلامي شفت عدة رسائل دكتوراه بها الموضوع بس ما نهل شيء شائع ما نهل مقدم بشكل منهجي للأسف رغم أن المبادئ الأساسية ربما تتفق بكتير من النواحي بين الغرب وبين المبادئ الإسلامية اللي نحن نعرفها شوفيقون ياها بالصلايدات اللاحقة ما في بس للأسف ما في منهجية بتعرضها بالشكل اللي بيعرضو الغربيين يعني هنا للأسف أكثر تنظيم منه هذا الواقع اللي ما فينا ننكره المحاضرة ما حتتطرق لموضوع الإيوثينايجيا اللي هو الموت الرحيم بمعنى آخر أعطاء حقنة قاتلة للمريض لتخليصه من عذاب وهي فلسفة الموت الرحيم هذا الشي ما هو قانوني أصلا بمعظم دول العالم قانوني فقط بدولتين أوروبيات أظن ببلجيكا هولندا بعض الولايات السويسرية على حد علمي ما هو قانوني بأي ولاية أمريكية كل فترة وفترة بيطلع نقاش أنه لازم نصير نشرعه بأظن بفرنسا النقاش محتدم بأستراليا بألمانيا بس على حد علمي ما بعده ما هو مشرع عنده على كلين هذا الشي مرفوض أخلاقيا وفق معظم الأخلاقيين حوالي العالم مرفوض دينيا معظم الديانات أو الديانات الكبرى بترفضه حق الحياة حق محفوظ للجميع ما بحق اللي أنا أجي اقتل شخص بغض النظر عن الأسباب ما في شي اسمه تبرير اني لخلصه من عذاباته مو أنا لي وهبته الحياة فمو أنا لي بنهيله حياته هذا الشي حتى لو كان هو موافقة هذا الشخص ولا هو أصلا بحق اللي يؤينه حياته لأن هي مو ملكه أصلا طبعا في نقاش طويل على هذا الموضوع هاي الصورة من الدعاية النازية بالتلاتينات من القرن الماضي هذا الشخص اللي بالأسود مقعد عاجز عنده مشكلة بقدراته العقلية هذا الممرض اللي لابس أبيض هو اللي بيقوم بخدمته والدعاية عم تقول أن هذا الشخص عم يكلف المجتمع ستين ألف مارك ألماني على ما أظن هاي اللي عملة تبعه كانت وقت أو غيرها فنحن لو قتلنا هذا الشخص لو ريحنا من عذابه معنا آخر شوفوا الطريقة الأخلاقية الجميلة عم يقدمها نحن نوفر على المجتمع عم نوفر من جيوبكم هذا الشي مرفوض قولا واحدا وهذا ما منطلق له أبدا بمحاضراتنا على الأقل بالشي اللي بيقدمه أنا بهاي السلسلة مرة ثانية حق الحياة محفوظ للجميع شرعا وقانونا وعقلا ودينا قسم أبو قراط اللي بيقسموه كل الأطباء والأقسم المعدة لأنني أنا حافظة حياة المرضى هذا الشي جزء من العقد بين الطبيب والمريض إذا أنا ما أدرت حافظة حياة المريض فأنا أصلا أخليل بهذا العقد نجي للأسس للأخلاق الطبية بداية بس في خلل بالترجمة صراحة أو ربما ضعف في الترجمة ما منقدر للأسف باللغة العربية الميز بين الاثيكس والموراليتي الاثيكس هي القواعد الأخلاقية اللي بتنظم عمل معين الموراليتي هي القيم الأخلاقية صراحة يعني قد ما شرحتهم رح يكون في خلل بترجمتهم للأمانة فالإثيكس هي القواعد أو القانون خلينا نقول الموراليتي هي الضمير مثلا الشي اللي أنا بحسه صح أو غلط والإثيكس هو القانون المكتوب صح اعمل الصح ولا تعمل الغلط هيك بفهمها أنا ما بعرف ربما تصححوا لي لو كنت أنا غلطان القواعد الأخلاقية بتحاول تجاوب على السؤال ماذا يجب علي أن أفعل شو هو الشي اللي لازم أعمله هلأ أنا قدام معضلة بعلاج مريض معين فأنا بلجأ للأخلاقيات أو لقانون الأخلاقي الطبي لحتى أعرف أو حاول أعرف كيف تتصرف بهذا الموقف الصعب ما في جواب صحيح ما في جواب أخلاقيا صحيح وحيد لأي سؤال أو لأي معضلة أخلاقية قد يكون المعضلة الأخلاقية نفسها تقدر تجاوبها بعدة طرق بداء على مقاربتك يعني ممكن أنا شخص قدام حالة معينة أنا أقنعك بطريقتي بمبادئ لي أسترطى أنه أنا هذا الشي نعم تعمله صح ولازم تعمله وممكن شخص ثاني يكون عنده يقارب المسألة من وجهة نظر مختلفة ويقنعك أنه هو لازم ما تعمل هذا الشي والأفضل أنك تعمل الشي التاني فمرة ثاني المقاربات الأخلاقية قد تكون مختلفة فأنت لازم تعرف شو هو الأقرب للصحة من أي في أي مسألة يعني عادة بيكون الخيارات متعددة فأنت لازم تحاول تكون أقرب للصحيح حسب اعتقادك حسب الشي بالظن صحيح مرة ثانية بعلم الأخلاق الطبية ما في إجابة مطلقة ما في أحد يقدر يقول أنه هذا هو الصح وغيره وكله غلط مهما حاولت أنت رح تكون إجابتك الأقرب للصحة من وجهة نظرك أنت وممكن شخص ثاني يجي قارب المسألة من جهته من وجهة نظر أخرى ويقدر يقنعنا أنه أنت كنت غلطان فمهما عملت لازم تحاول دافع عن نفسك وهذا الشي لا يعني أنه أنت فقط الصحيح ممكن يكون قرارك صحيح بس بمقاربة مختلفة يكون قرار زميلك أكثر صحة من قرارك في عندي أربع قيم أخلاقية شهيرة بتحكم معظم القضايا بداية الموراليتي أو القيم الأخلاقية بتستمد جذورة من الدين ومن الفلسفة بمعنى آخر من مصدر غير بشري وهو الدين ومن مصدر بشري وهو العقل بمعنى آخر أنه الواحد يعرف شو هو الصح وشو هو الغلط شو هو اللازم يعمله شو هو المالازم يعمله بيقدر يعرف هذا الشيء بفطرته وبيقدر كمان يعرفه من خلال مثل ما أن الدين اللي هو بيقول له افعل ولا تفعل أربع عناصر للقيم الأخلاقية أو القضايا الأخلاقية المبدأ الأول هو respect of autonomy بمعنى آخر احترام الاستقلالية أو الذاتية يعني أن المريض لازم أنا شاوره بأي فعل طبي أو أي إجراء لازم أنا أقوم فيه أنا أي شغلة لازم أعملها لازم أسأل المريض أنا بدي أعمل كذا وكذا أنا بدي أعطيك العلاج الفلاني أنت موافق أنك تأخده أنا بدي أعمل لك العملية الفلانية اللي هي ها أعمل كذا هافتح البطن هافتح الصدر هافتح الدماغ هاشيلي الورام هادخلي الورام بدي أعمل كذا وكذا بيشرح للمريض التفصيل شو بدي أعمل وبأخد بعدين موافقته لازم يوقع لي المريض إما شفهية ممكن يعطيني موافقته أو يوقع لي على وراء أنه موافق على أختار العمل الجراحي على الدول اللي أنا حأعطيه ممكن إله أثار جانبية هايه ما عاد الـ Respect of Autonomy في إله تفصيلات كتير لما المريض بيغيب عن وعيه من لازم ياخد القرار عنه شو لازم نعتمد هل نعتمد على الوثائق المسجلة شو كتب وصية هل نعتمد على قرار أهله شو قالوا أهله لما أهله حياخدوا القرار حياخدوا بنفسهم إمتى فينا نعتمد على قرار الشخص يعني ما أنا آخر إذا شخص عنده خرف مثلا أو شو يعني ناصر منقوله هذا الشخص غير قابل لاتخاذ القرار وبالتالي أنا لازم حد تاني ياخد القرار عنه لو هذا الشخص غاب عن معلمة ما أنا كيف أن نصرف لو هذا الشخص طفل مثلا والأهل الأهل لازم ياخد القرار أو الطبيب لازم ياخد القرار فيه كتير تفصيلات لهذا الموضوع ممكن استعرضها بالمحاضرة الجائية بالتفصيل بس خلاصة الكلام أنا لازم أخذ إذن المريض على أي إجراء بدي يقوم فيه هاي خلاصة الـ Respect of Autonomy المبدأ الثاني هو Non-Maleficence اللي هو عدم الإيذاء هذا المبدأ مشهور جدا أنه أنا ما لازم أنا أقدم أي إجراء أو أي دواء ممكن يؤذي المريض هلأ المبدأ الثالث اللي هو ربما تحصيل حاصل للمبدأ الثاني ربما يظن البعض أنه هو Beneficence اللي أنا أقدم قد أني أنا أقدم فائدة للمريض ربما هاد الحكي هي مو نفس صراحة هو تحوير بالمبدأ الثاني أنا Non-Maleficence أنا ممكن أقبل المريض وحطه بالمستشفى وحطه بغرفة وما ذي بس ما أقدم له أي علاج طيب المبدأ الثالث بيقول لازم أقدم له فائدة لازم قدم الفائدة للمريض لازم أقدم له العلاج المناسب مثلا المبدأ الرابع هو Justice أو العدل بمعنى آخر أنا لازم وزع الموارد بشكل عادل بين المرضى ما لازم فضل مريض على مريض هل هذا الحكي فيه له تفصيل كبير لو أنا عندي الموارد متاحة بشكل كبير أنا عندي الدواء موجود لكل المرضى اللي عندي عندي مئة مريض وعندي مئة عبود دواء وكلهم بدون نفس الدواء هذا أنا بوزع هذا الدواء بالتساوي عليه بس هذا الوضع المثالي ما هو موجود أبدا كتير من الأحيان أنا عدد المرضى عندي أكبر من قدرة المستشفى أو قدرة الطاقم الطبي على العلاج كيف بدي أنا أقدر وزع الموارد الطبية بشكل عادل بحيث أني أنا ما أظلم حدا بحيث أني أنا حافظ على الاستمرارية بالعمل بحيث أني أنا أكون جاهز للطوارئ هذا الحكي فيه تفصيل كتير ممكن نحكيه كمان بالمحاضرات الجاية فمرة تانية أنا لازم احترم خصوصية المريض احترم رغبات المريض وشوف ما أعمل أي شيء إذا ما أنا موافع عليه لازم ما ضر المريض لازم أدم له الفائدة والمبدأ الرابع لازم يكون عادل بتوزيع الموارد هلأ شرعا إذا بننجي على الدين الإسلامي شو بيقول عن هالم مبادئ الأربعة المبدأ العلاج هل هو العلاج واجب شرعا هذا الموضوع تفته عليه بكتب الفقه موجود بالتفصيل الفقهاء القدماء قالوا عنه كثير العلاج فيه له عدة حالات فيه علاج مستحب وعلاج مباح وعلاج واجب فهذا الشيء موجود بس مرة تانية تقصيله بلغة العصر الحديث قليل من للأسف من فقهاء أو من الأطباء اللي قاموا فيه أظن فيه الدكتور علي البار طبيب سعودي متخصص بالأخلاق الطبية له جهد كبير بهذا المجال بس للأسف ما ما فيه غيره بيشتغل بهذا الموضوع باللي بعرفون أنا على الأقل أو لقارئنا على الأقل فما كثير للأسف نحن بمنظومتنا خلينا نقول بلغة العصر الحديث من ناقش المواضيع حتى لو ناقشوها ما فيه تشجيع عليها ما بتلاقيها ما فيه اعتناء فيها للأسف نانمال إيفيشنس والبينيفيشنس اللي هي عدم الضرر أو عدم الإيذاء الحديث مش أظنه حديث شهير أو مبدأ شهير لا ضرر ولا ضرار وفيه مبدأ ثاني فقهي الضرر يزال بالجستس العادل أظن مبدأ إسلامي صريح لازم واحد يكون عادل بالتوزيع الموارد ما بيحضرني آية أو حديث فهذا موضوع أظنه من بديهياتنا فهذه المبادئ الأربعة بتحوير بسيط ممكن تتحول لمبادئ إسلامية حقيقة ممكن نعمل الكود الأخلاقي الإسلامي الأخلاقي الطبي الإسلامي اللي يمكن ندبر مرضانا عليه مرة ثانية بحاجة لشوية نقاش وبتحول الموضوع لألنا فما هو موضوع أخلاق غريبة عننا أبدا أبدا الأخلاق الإنسانية هي أخلاق واحدة بغض النظر عن طريقة الوصول إلى سواء بالعقل بحده أو بخلال الشرع أو من خلال تمازج للحضارات وهذا هو الشي اللي موجود بين إيدينا حاليا هيك بقون وصلت لنهاية هاي المحاضرة أو المقطع بسيط أنا حاولت فيه استعرض المبادئ الأربع بشكل سريع استعرضها بالتفصيل بالمرات الجاية بتشكركم على المتابعة لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب حتى أقدر استمر بهذا الموضوع والسلام عليكم